انت بتقودني لهذه الجولة الصحفية المهمة لانه خروج منتخب مصر من بطولة احنا بننظمها بكل هذا الزخم وهذا الاهتمام وهذه الاهمية الكبيرة للبطولة خروج استرعى انتباه كبار الكتاب والصحفيين النهاردة معظم الصحف لا تخلو مقالات كبار الكتاب وكبار المثقفين وحتى كتاب السياسة عن هذا الحدث المهم وده قيمة كرة القدم وده تأثير كرة القدم على الجماهير وعلى الشارع فحقدك في جولة بين اعمدة الصحف كلها واحتاج منك تعليق على بعض الفقرات في اكثر من لقاء لما يكتب شعر الكبير الاساس فاروق جويدة في الاهرام بحسه المرهف تحت عنوان نهاية لا تليق وبيقول ضمن مقال حين خرجت مصر من كأس العالم في روسيا كان ينبغي ان تكون لنا وقفة وحساب مع المسؤولين عن كرة القدم ولكننا اكتفين بالقاء المسؤولية على مدرب الفريق المصري وكان هو الضحية رغم ان هناك رؤوثا كثيرة كان ينبغي ان ترحل هنا هستوقفك مع رأي الاستيس فاروق جويدة ما تحاسبناش او ما حاسبناش الناس دي بعد روسيا وهو المشكلة ان استاذ ابراهيم كل المخطئين بيرهنوا على كده ان فورة ويوم واثنين اسكت بس واستخبتة في الضرة كده ويعتزر ويعمل نفسك ضعيف واتعد الليلة وخلصنا كان يجب الحساب بعد روسيا هم قالوا حنقدم كشف حساب وقالوا حنحقق وقالوا حنقال لكم الاسباب ولم يطالبهم احد بشيء وده اخشى يعني بص لو ان احنا خرجنا من البطولة علشان ناخدها نقطة انطلاقة الى تنظيم انفسنا واحداث ثورة ادارية ادارية يا اخوانا ادارية نحن نقصر لاسباب ادارية حتى لما يكون في سبب فني هو مرتبط بسبب اداري لان اختيار المدرب ده تصرف اداري قرار اداري اه قرار اداري الصلاحياته قرار اداري عقده قرار اداري فالتارجت اللي محتوط له الهدف هو ادارة انك تكتشف ان بداياتا من عقد الرجل ولا حاجة من دي محتوط له ده محتوط له حوافز لو جاب البطولة مش محتوط له اي بنالتي لو مجابش البطولة عشان كده كانت نتيجة صادمة كاشفة وده مش رأيي ده رأي الكاتب الصحف الكبير الاستاذ صلاح منتصر النهاردة في الاهرام تحت هذا العقوان هو استناني بس قبل ما نروح الاستاذ صلاح منتصر استاذ فاروق جودة قال ايه قال لك ما تحسبناش على كاس العالم ما هو ده اللي احنا بنقوله قال لك كان فيه رؤوس كبيرة كتيرة كان لازم انت تحسب اذا سبت نبدأ بالتحقيق ولذلك لابد ان نبدأ بالتحقيق الان هي مش مسألة استقالات وخلصنا لان في انتخابات كمان 13 شهر لو عايزين ينزلوا بكرة صبح ينجعوا كله نتيجة صادمة كاشفة في مجرد رأيي للأستاذ صلاح منتصر في الاهرام قال ان تشكيلة الفريق هي السبب الاول فيما حدث حيث ضمت عواجيز الملعب الذين يعيشون على تاريخهم في الوقت الذي تقدمت فيه كثيرا الكرة الافريقية وقد تصور المدير الفني ان وجود محمد صلاح سيسد الثقوب العديدة في الفريق وهو ما حدث مرة واثنين وثلاسا ولكن لصلاح ولا ميسي ولا رونالدو يستطيع كسب مباراة دون ان يساعده لعبون اقوية صلاح لوحده ما كانش كفاية ده رأيه لأستاذ صلاح منتصر هو قال ان العيبة بيلمح على متوسط السن يحضرنا هنا بقى الحلقة اللي جاي فيها الكابتن فاتح نصير ايوه وقاب لنا التحليل ها واللي قال فيه ان احنا اكبر متوسط اعمار في البطولة ايوه وقال لنا متوسط الاعمار في الفرق اللي عادي تاخد بطولات بتبقى من 26 ل28 في يعني اه اهو كاتب سياسي ايوه لقاطها من غير ما حد دي له احصائيات من غير ما دي له حاجة فيه بديهيات فيه بديهيات هي معروفة لكل الناس الا المسؤولين عن الكرة اللي كمل لاني حقول لك ايه اللي مدايقني حقيقة في الموضوع يعني كمل ارايات لان الاستاذ صلاح منتصر يعني انا بكلمه بالامس عشان ادعوه ان يكون موجود معانا كان كان نفسه جدا يجي بس هو كان موجود خارج القاهرة وقال لي انه حيكتب في الموضوع ده النهاردة وتبدلنا الحديث لا عنده عنده يعني غصة وعنده رؤية كلنا شايفينها في اسباب الخروج طيب الاستاذ فاروق جويدا كان رأيه انه ما كانش فيه حساب بعد كاس العالم عشان كده حدست النتيجة الصادمة الكاشفة اللي قال عليها الاستاذ صلاح منتصر ده في الاهرام في الاخبار كتب النهاردة الاستاذ خالد ميري رئيس التحرير في الصفحة الاولى مقالته تحت عنوان الاستقالة والحساب استعرض هذا الموقف كاملا وقال الحساب واجب وضرورة لاصلاح منظومة الكرة وبدونه يمكن ان تتكرر الاخطاء وافدح منها بناء المستقبل يعتمد كليا على اصلاح الحاضر ومصر التي نجحت في تنظيم البطولة الافضل في تاريخ افريقيا قادرة وبسرعة على اعادة تشكيل منتخب يصلح لان يحمل اسم مصر ويلعب باسمها وكلمتي للجمهور ده خالد ميري في الاخبار انتم النجم الاول لبطولة رائعة ودورنا ان نملأ الملاعب في كل المباراة القادمة وان نتذكر دوما ان الكرة مكسب وخسارة حلو جد اعمل اللي عليك وتبقى الكرة مكسب وخسارة لكن ان كنت تبقى اخسارة وخسارة اعمل اللي عليك الاول هو قال كلام برضو الاستقالة والحساب رجع لنفس النقطة هو خلاص كده قالك بدون حساب هتتكرر الاخطاء تاني استاذ ابراهيم مش معقولة البلد على قدر اهتمامها لما ما كانش فيه مسئولية قروية على تقابل هذا الاهتمام بحجمها مفيش لما تشوف الدوري واحنا شغالين والخناقات والجداول وبتاع ده انت يا اخي لو اقتضى الامر كنت لغيت الدوري اديت الناس دي فرصة طيب مين اللي خرج معاك المغرب اللي الدوري بتاعها استمر لاخر وقت مين اللي متعسر وربنا بيلطفها معاه دخل توالد كده يعني هو النهاردة تعادل بنيران صديقة لكن برضو ما هو جاب ادرك التعادل قدام انجولا لما ارتطمت الكورة في كدف اللاعب ودخلت في زوجة عجسية نفس السلاح فالكورة سعدت تونس كلم على تونس لكن بكلم على تونس فبرضو ليه لان الدوري بتاعها شاهد نفس الظروف بتاعتنا فانت البطولة دي من ناحية الفنية لا احنا ما خدناش بالاهتمام بالواجه الاستقالة او الحساب زي ما قال الأستاذ خالد ميري ورجع الأستاذ جلال عارف ايضا في الاخبار يتحدث عن ان الاستقالة كمان لا تكفي وبيقول الاستاذ جلال عارف المطلوب منظومة جديدة تضرب الفساد الذي تغلغل في عالم الكرة مع تدفق الاموال وغياب المحاسبة منظومة جديدة لادارة الكرة وإلا فاننا سوف نجد من استقاله يعودون في انتخابات نعرف جميعا كيف تجرى وسوف نجد نفس الفضائق تتكرر وقاريت صيغ الاستقالات وقاريت التعليقات المستقلين كلهم كلهم ما خرجوش غير من المعنيين دول استقالنا احتراما للغضب المكتوم ده غضب مكتوب يعني هم بيقولك حسين لا ده انتوا محسينتوش بحاجة ده لو زوروش طبعيك الغضب ده حياخد صورة تانية الناس من الاحباط يا ابراهيم عارف اخطر انواع الغضب ها الغضب المكتوم ده ليه لانه مليان احباط ومليان يأس صحية الناس خلاص فاض بيها صابحها في الشقة زيما بيقولوا ومعندهاش امل ان تجد اصلاح فالنهار ده لما كل واحد يستقيل توقف عند هزي الجملة بالله عليك فقط احتراما احتراما وتقطيرا للموقف واحنا ما اصرش رغم رغم رئيس الاتحاد بيقول كده رغم ان الاتحاد المصري ليه مقصر في اي شيء هم انت بتستقيل يعني انت زي ما ييجي واحد وقال لك واحد غلط في حقك جدا بعدين بقى الناس قلت له روحوا اعتذر له فقال لك خلاص يا سيدي متأسفين رغم ان انا مغلطتش فيك طب انت ما تعتذرش ما تستقيلش هي الاستقالة جدوها في ايه انك تكون حاسس ان انت اخطأت فتقدر تصلح لو ادلت لك ادركك للخطأ نفسه لكن انت مدرك انه ما فيش خطأ وبتستقيل عشان الخطر بس تسكت الناس ايه ده وزي ما الاستاذ جلال عارف قال في الاخبار ان الاستقالة لا تكفي والحساب لابد انك انت توجد معاه منظومة كاملة تضمن عدم عودة نفس الرؤوس تاني اللي قاله الاستاذ جلال عارف هو نفس النسق اللي صار عليه وحكام غير خضع للاتحاد واذا لم يحدث ذلك بيقول الدكتور ياسر ايوب في المصر اليوم فلا تنتظروا الا ابوريدة جديدا واجيري اخر ايضا حلوة اوي انا عايز يعني انا كنت حقول الكلام ده ايه بطريقة تانية ايه انا مش من انصار ان انا احمل افراد ها مسئولية اخطاء وان لو الافراد دول مشوا الليلا بقى حتوب حلو انا مش جاي اتكلم على فلان وفلان 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 انا جاي اتكلم على سياسات انت تعال اسألك سؤال انا الاول نغير سياستنا ولا سياستنا اللي فاتك كويسة بس اردلك عايزين نسف ها عايزين نسف للسياسات لسه اذا السياسة الماضية صحيح بشكل ادارة المسابقات بكل الافكار اللي فيها بلا بكل الافكار بكل بكل العوامل التي ادت اليها ها هي سياسات لا يمكن تكرارها وتكرارها في خطر داهم على الكرة المصرية وعلى على المزاج العام وعلى وعلى ثقة الناس في القيادات الرياضية فانت لو غيرتلي الاسماء لكن مغيرتش السياسات بمعنى انك تجيب محللين والادارة تبقى من خارج الاتحاد هي هي اه هم ماشيوا بس هم اللي بيديروا برضو ودي مسأله و يعني واضحة مش فإن فأنا يعنين إيه إحنا عايزين نقول إيه عايزين مسابقة تفرز إيه عايزين إمكاناتنا تبقى إيه الدولة الحمد لله ريحتنا من حاجات كتير جدا البنيا التحتية بتاعتنا دلوقتي في الكورة ولا أرواع عالمية نحافظ عليها بقى مش نبهدلها وفي نفس الوقت تعال اقول لي حتدير المسابقة ازاي يا اخي اطلع اقول ما فيش ولا يوم تأجيل لو هتلعب ماتش النهاردة ماتش بكرة العب قول كده بس احترم كلامك احترم كلامك علشان تنتج فريق كويس لكن ان انت تنتج فريق يقول عنه الاستاذ جلال دودار في الاخبار انه عاجز ومفكك وكان لا يستحق الفوز دي مسألة كانت مرفتة ايضا قال الاستاذ جلال دودار اخيرا اقول للاعبي هذا المنتخب العاجز نكدتم علينا لا سمحكم الله وفي نفس الوقت اقول للمدرب اجيري حر ونار مئات الالاف من الدولارات التي حصلت عليها ولم نجني في مقابلها سوى خيبة الامل حول هذا الشأن فانه لا يمكن لاحد اعفاء اتحاد الكرة من المسئولية عن مجمل الاخطاء التي احاطت بالمنتخب الكروي من كل الجوانب استاذ جلال دودار يحمل اللاعبين مسئولية كبيرة ولا يعفي ابدا اتحاد الكرة بس كمان لما لقي مقالة للدكتور كرم كردي قبل قبل لان الكلام ده مهم جدا اللي قاله يا اخي كنتب سياسيين لكن لمسين الخطأ بشكل مباشر بيقول لك اقرالي العنوان كده فريقنا في البطولة الافريقية عاجز ومفكك الله اكبر عاجز ومفكك لانه بيوصل بصعوبة جدا رغم ان احنا جبنا خمس تجوائه ومفكك ده اعظم اعظم ادق تعبير وادق تعبير للوضع الخططي والمزاجي والسلوكي للعيبة في الملعب الفردية استاذ ابراهيم كل لعيب يفكر في نفسه ومنتظر ان ده يكون المعرض اللي وديه في حتة تانية هو مش جاي لعب باسمه مصر وحقول لك الادلة الجونين اللي ضياحهم تريزيجيه ده مش تريزيجيه اللي ابتده البطولة ده تريزيجيه اللي سمع كلام ان بعد ما كان بيتقال منتخب صلاح ده بقى منتخب صلاح وتريزيجيه وانديه علامية تنتظره فعايز عايزول انا ده كرة تانية اللي لعبها من ناحية الشمال وحطها في ده جنبه صهاله ورجعهاله يعني ده كان جنبه احمد علي لو عملها له بالجون جون فاضي اللي بعدها بديها سخبان نجون ولا فده مش طبيعة تريزيجيه تريزيجيه كل قيمته في المطشط اللي فاتت انه كان اللعيب اللي يقود المنتخب فعلا انه كان بيلعب لعب جماعي انه بيقطع للملعب قطري ويروح مديها لصلاح سروب باس صلاح ردهاله ودهاله سروب باس ولا ابدع رغم ان الصلاح مش في مستواه ويكون في مستواه زي ما فيش فريق يعني انت معتمد على الفردية انت عمل بتقول ايه ابدع الشناوي قاتل طارق حامد ايمن اشرف والله قطر خيره حجازي قطر خيره لكن يعني على اداء فردي حتى انت ما بتيجي تقول طارق حامد رغم انه طارق حامد يعني كان من عوامل التي اجلت الهزائم لانه كان دوره ملموس جدا في حماية الخط اللي وراه لكن على المستوى الكرة والتكتيكي لا ما كانش ما تبناش من ناحيته حاجة لو الده فريق كنت هتحاسب على الادوار دي لكن لانه افراد انت بتحاسبه على اخلاصه وعلى شخصيته وعلى اجتهاده مم فده كلام بسيط لكن في الجول في الجول زي الربط الواضح جدا الربط الموضوعي بين كل مقالات الرأي لكبار الكتاب والصحفيين السيد جلال ديودار شايفه فريق عاجز ومفكك ولا يستحق الفوز وقال اتحاد الكرة لازم يحاسب واحد من اعضاء اتحاد الكرة اللي لازم يحاسبه زي ما الناس طلبت الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المستقيل خرج الدكتور كرم بمقالة النهاردة في المصر اليوم بعنوان ليلة حزينة لكن يستوقفنا فيها بعض العبارات بيقول الدكتور كرم لست هنا لأدافع عن اتحاد الكرة لكن في هذه البطولة بالذات ده كلام خطير في المعاني اللي جاية كان دور اتحاد الكرة هامشيا وربما السلبية هي التي أدت إلى هذا التهميش ولكن كل من هو سلبي فهو مخطئ من المؤكد أنه سوف يتحمل نتيجة هذه السلبية بعد الجملة الخطيرة بعد مجلس الإدارة عن المنتخب كان خطأ هنا الدكتور كرم كرد قضو المجلس بيقول الاتحاد كان بعيد عن المنتخب ملوش دعو بالمنتخب تركوا الأمور في قيد بعض أفراد الجهاز كان خطأ جملة اللي جاية أكثر خطورة التعتيم التعتيم على المكافآت والرواتب كان خطأ جملة مفتقدة إلى أدنى حد من معايير الشفافية عضو مجلس إدارة في الاتحاد والدكتور كرم كرد عضو ناشط مش يعني دعادي أقولك أنا من الجعوة أستاذ أبريم بالمقالة بس أنا لما ألاقي مجلس الإدارة بيقول إحنا كنا بعيد عن المنتخب ما كانش لنا علاقة بيها مكافآت المنتخب ورواتب جهازه الفني ما كناش لنا علاقة بيها ما بيقولك أنا ما كناش نعرف كان فيه تعتيم كتير طب مين مين اللي بيديره كرة وإزاي مجلس إدارة الانتحاد في بطولة زي كده لا يعلم شيئا عن مرتبات وكفاءات وحوافز اللعينة دي مش بطولة دي مش بطولة ده جهاز جاي أربع سنين مضم مش جاي للبطولة دي ده هو لقاها في طريقه ده جاي ده مش محتوط له الطرجة ده خالص ونفوز بالبطولة دي بس محتوط له مكافأة لو كسبها ده عايزين يقولوله إيه ده انت لو كسبتها يبقى والله بروا ده انت مش مفروض تكسبها فمش ما انتش ملزم بيها لكن لو كسبتها ده انت تبقى عملت معجزة فحنديك مكافأة تخيل ان العقد بيقول كده مكافأة وما فيش اي بينلت والحساب لو ما كسبش البطولة مش محتوط له كتارجد البطولة دي طب البطولة دي انت قا فجئت بيها في مصر ورغم كده الشيء الوحيد اللي نجحت فيه هي التنظيم لكن ما فجئتش بيها فنية لانك كنت هتلعب بس في الكاميرون فانت ما فجئتش بيها فانيا انت ما فجئتش بيه طيب ده كلام الدكتور كرم كردي يرد عليه بدون ما يقصد او بدون ما يبقى فيه رد بينهم او رابط بينهم الاستاذ حمد رز في المصر اليوم في ذات الصحيف فبيقول له ولا استقالاتكم تبيض وجوهكم السوداء وبيقول للاستاذ حمد رز يعني ايه منتخب وطني يعني عالم ونشيد وملايين تهتف من الاعماق تحيا مصر يعني ايه فنية المنتخب يعني ارتداء العالم وعندما ترتدي الوان العالم فانت جندي مجند في حب الوطن يعني ايه تلعب باسم مصر يعني تضحية ونخوة وفداء يعني ايه نشيد الوطني يعني صوتك عالي زي الرعد يعني صوت واحد يعني الكل في واحد واحد صحيح بصحيح يعني روح الفانيلا لكن نجيب من ايه الناس لمعناة الكلام يفهموه هذا الذي حدث في استاذ القاهرة من صنع ايديكم هذا حصاد غرسكم الفاسد اكتفيتم اخشى هل من مزيد شابعتم ام لا تزالون ناهمين للغنيمة خسئتم وخاب مسعاكم ولا استقالتكم تبيض وجوهكم السوداء فعلا اللي اختاشوا ماتوا عرايا اه والله يا اخي بيكملوا بعض كلهم وكل واحد فيهم لمس نقطة موجودة وحقيقية يا استاذ ابراهيم يعني انت في كاته العالم كلنا ادراكنا ان ده كان رايح يتفسح وياخد مكافئة انه انه اتأهل لكأس العالم وانه بيسوق نفسه عشان يشوف هيروح فين بعد كده خلاص وكم من التسيب انت روح تجيبت نفس الادارة المسؤولة عن هذا التسيب هي المسؤولة عن المنتخب وكملت معه خلاص مع احترامي لكل الجهود اللي بازلها البعض منهم باخلاص لكن في مفهوم في فلسفة في قدرة ان انا اتصدى للنجوم اللي بيتصرفوا غلط مش كل الناس عندها القدرة دي فانت دلوقتي حطيت نفسك يعني تاني نقول من الغباء ان يعني تأتي بنفس الافعال وتدخل نفس المعطيات وتنتظر نتائج مختلفة كررناها بعبقرية انا قلت الجملة دي يمكن في حلقتين ثلاثة نكرر اخطأنا بتفوق واضح ومتمسكين ان احنا نعبر عن ذاتنا ملناش ضعب البلد دي سيبك من دموع التمسيح دلوقتي دانتو طلعتوا عشان واحد منكو على فكرة منقشة الخطأ بتاع متحة وردة خطأ عمر اه عمر اسف متحة ده كان عظيم عمر وردة خطأ ليه لان مش هي دي النقطة النقطة ان في بني ادم كان في الوقت اللي كان مطلوب فيه انه يذاكر سمع مكلسوم هل انك انت لما تسمع مكلسوم دي جريمة ما درش اقولك انت سمعت لكن اقولك سمعت مكلسوم بليه دلوقتي وانت كان مفروض طاعت تذاكر واعد واعد بالسجارة وفي انجال القاوة وفي البلكونة كيف نفسك فلما اجا اقولك انت اهملت يطلع الفرقة يطلع الفرقة الاول والمين من القيادات الكابتن المحمدي اللي عدنا عشر سنين نستناله دور في المنتخب ويجي بمنتهى الانتظام مع المنتخب ولم نأخذ منه اي مرضود المرة الوحيدة اللي احتاجناه وحناخذ منه مرضود يبقى هو الكابتن جميل خبرات احترافية رائعة بقالك كم سنة محترف تطلع ويا ريتك طلعت انك انت يعني من باب النخوة عايز تنقي الزميل لك في رأيك انه محتاج فرصة تتعمل ازاك ده انت عملتها باسوأ طريقة ده انت استنيت لما جبت جون وروحت انبرع للجمهور بتعاقبه بقى وبتشاورله وبتتنرفز وبتنتقد قرارات الاتحاد ورئيس الاتحاد على الملأ وبعد كده بتكدس وبتحرج يقولك بعد كده هم خمسة بس المنتخب كله نضم لهم هم ليه مش هنضمه هيبقى عدوك وانتو هتخلصوا عليه مركز قوة بقى فهل ده معقول يا كابتن محمد صلاح ياللي عشقناك وعشقنا تجربتك وكنت فخرنا واحنا بنلم شبابنا واطفالنا في العائلات ونقولهم مو صلاح بيعمل ايه ونجيب لهم الانشيدي اللي بتتقل عليك نقول نكتشف ان انت ساعة الخطأ بتتعامل زي اكينك عمرك ما سافرت ولا احترافت وبعدين البصة اللي بيستعلاء والكلمة اللي بيصدراء ليه كل ده ايه اللي حصل يعني ده انتو مكسبتوش لسه ده ده ربنا لطف بالبلد دي ده 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 وانت مكسبتش اما لو كسبت هيتعمل فيك ايه عشان كده ده كان نتيجة الحصاد المر زي ما قال الاستاذ كرم جبر في الاخبار وقال كرم جبر الغاء الدوري والكاس نتيجة الحصاد المر وبيقترح دون رجع للاتحاد الفاشل الذي جثم على صدورنا ولكن رحيله لا يكفي لاصلاح المنظومة الفاسدة اولا بيقترح الاستاذ كرم جبر الغاء المتبق من الدوري والكاس هذا الموسم حتى لا تضيع القضية في صراع الاهل والزمالك على جثث البطولات المحلية الهزلية هل ده الحال؟ هو كان القرار ده مطروح ووارد وكان حيحل مشاكل كتير جدا وكان حيديك فرصة ما هو انت للأسف الشديد انت بتعمل العملية ها بعد ما يكون السرطان انتشر لو انت جيت انت من شهر وقلت الغاء الدوري والكاس ومنحت اللعيبة كلها اه اجازة وريحت الدنيا وابتديت تستعد للموسم كنت استفدت شيء لكن انت ما عملتش كده وشيت في الطريق ده وبعدين هتجي تلغيه بقى بعد ما اجهدت في لعيبتك وما استفدت ما اخدوش راحة برضو طب استفدنا ايه ولذلك اذا كان فيه نيل اي شيء تتقال من دلوقتي ولو انها مش عادلة طبعا يعني خلص انت مشيت في طريقك فيه نادي عنده فرص انت بعد ما اجهدت اللعيبة وبعد ما استمرت بالدوري لغاية نقطة معينة لكن بعد ما خرجتم البطولة هتلغي الدوري والكاس بس هو شايف ان ده العلاج هو مش عايز القضية تضيع وعلى فكرة فيها وجاهة فيها وجاهة وقد يكون البعض معاول على هذا يدخلهم بقى ويطلع لك بقى معتادي المشاكل يخلقوا لك مشكلة ولا اتنين ويفجروا عضايا ودينة تتلبخ وغشل على المواضيع برضو اللي حاولوا يغشلوا على الموضوع في رأي الاستاذ عماد الدين حسين في الشروق الناس اللي ثابت الموضوع في اسباب الهزيمة واسباب المستويات الهزيلة وراحت لسامة المصري وعمر وردة وبيقول عماد حسين النهاردة سامة المصري ليست سببا لخروجنا المهين حاجة غريبة جدا زي قالك برضو الفانينين اللي راحوا روسيا وفي ايه اه يعني ده هروب من وبيتكلم بكلام علمي بيقول عماد الدين حسين انت خيالوا ان بعض المصريين ارجع الهزيمة الى مشاركة اللعب عمر وردة في المباراة وكذلك حضور الفنانة سامة المصري للمباراة لا 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 لحظة سيد زيبرهي هيجيلك في التانية هيجيلك العمر وردة الاجابة بالطبع هي لا فشخصيا كنت افضل ان لا يشارك وردة وكتبت اكثر من مقال في هذا المكان انتقد فيه سلوك هذا اللعب المتحرش كما انتقدت بعض زملائه الذين اتطلبوا بعودته وكذلك الجهاز الفني واتحادوا القرى وكل من طلب أو سند عودته بعد فعلته المشينة لكن مستواه في المباراة كان سيئا مثل بقية الفريق وبالنسبة لسما المصري فإنه من المخجل أن يرجع البعض هزيمة الفريق لوجودها في المباراة هذا كلام عيب هذا كلام عيب أن يقال السيدة تبحث عن الأدواء والترند والترافك واللايكات والشوء في معظم أنشطتها وهذا حقها ومن لا يعجبه ذلك فعليه ألا يتبعها أو يهتم بأخبارها أما الاعتقاد بأنها السبب واكست فريقنا فتفكير مريض وغريب ويعني أن أصحابه يحتاجون علاجا سريعا وبيمضي يقول عماد الدين حسين يا أيها السائلون الفوز في المباراة لا يتم على أساس أخلاقي أو ديني فقط رغم أهميته بل على أسس علمية وإدارية وخططية مختلفة ولو كانت الفرق تفوز لأنها تصلي وتصوم لكانت فرقنا الإسلامية أبطال العالم في كل اللعبات فريقنا خسر لأن مستواه كان سيئا منذ بداية الدورة رغم فوزه في مباريات المجموعة الأولى السلاس كل من يفهم في الكرة قال إن مستوانا سيئ وكان الرهان على أن يتحسن الأداء شيئا في شيئا كما حدث لنا كثيرا في بطالة سابقة من قبل لكن لم تجري المياه كما تشتهى السفن وأداء اللعبين كان شديد الضعف والهزال والتخازل ولم تكن هناك روح بالمرة الأستاذ عماد الدين حسين رد 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 بدون أن يدخل مباشرة ويقول دي ردود لكن لا هي دي كل اللي قاله ده نتيجة حاجة بتدل على فلسفة موضوع عمر وردة ما هواش كبير قوي للدرجة لكن معالجته هي اللي كبيرة قوي هو على مشاركته في المباراة لح سأقول لك الخطورة لم تكن في تصرف عمر وردة الخطورة في تضامن الناس مع الخطأ وتراجع الاتحاد في قرار الخطورة في تراجع الاتحاد في خطأ في العقاب الخطورة في شعور بعض اللعبين أنهم أقوى من المنتخب وأقوى من الاتحاد وأنهم يقدر يحركوا المدرجات الخطورة في أن الناس ما بقتش شايفة مسؤوليتها الأولى ومش شايفين إلا مصالحهم كل ده يا أستاذ عماد بيؤدي إلى أن الناس تؤدي أداة هزيل أيوة الأداة هزيل بس ليه وما فيش روح ليه على الأقل كان بقى فيه روح على الأقل كان بقى فيه روح طيب ما فيش روح ليه لأن ما فيش روح لأن الناس مش شايفة أنها غلطانة مش شايفة أنها تركز مش شايفة أهمية الجماعية مش شايفة ألام الناس مش شايفة مجهود البلد والمسؤولين مش شايفة العالم الذي ينظر إلينا هو أنت لو أنت يا كابتن الفريق كنت عارف أن العالم ينظر إلينا كنت تطلع بعد ما تجيب الجون تشايف لمدرجات وتطلهم عمر واردة طيب كل ده كلام جميل أنت بقى يا أجيري عارف أن اللعيب ده تقعد وتفرض بقوة اللعبين اعتبر يا أخي معك ومش معك هو ده نزل قبل كده ألام لك النتائج يعني أنت تجاربك السابقة ده اللي بيخلينا بنقول حتى أنت بيجيب نفس الأسماء ليه يتضح بعد كده ناس تتكلمك أن فيه وكلاء اللعبين هما اللي بيضغطوا وبيجيبوا لعيبة بيتيجي بالسمرار وملهاش دور عمر واردة لاعب موهوب إحنا خلصنا عليه لأن مقوم نهوش مقوم نهوش طيب أنت جبته لا ما تقوليش بقى أنه مش مترتبة أستاذ إبراهيم أقديلك الدليل الصور بتاعت عمر واردة كان حد يعرف التشكيل لا طيب رايحين بالصور بيرفعوها ليه ساعة ما نزل طيب البتوع اللي بيضربوا في بعض دول مكتوب عليها برضو كلام وكلام لا يليق ومكتوب عمر واردة وبيخبطوا به دي مش إعداد إعداد لواحد بيقول لهم أول ما ينزل عمر واردة عايزين كده الجماهير ده حتى شقوا الجماهير خلوا الناس معهم وناس ضد ده ما شقوش الجماهير بس شق الفريق لتكتلاته أحزاب اللي المهندس عادلي بيقولها دلوقتي النهاردة المصر اليوم في تقرير ليها عن أسرار فضيحة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا فبيقول التقرير يأتي هذا في الوقت الذي شاهد فيه المعسكر تقسيم اللاعبين إلى عدة أحزاب كان على رأسها كل من يعني فيه حزب كان على رأسها كل من محمد صلاح وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود علاء وعمر واردة وإحمد علي ده تكتل دي شلة صلاح معاه المجموعة دي في الوقت الذي كان يقود فيه لعبون آخرون حزبا آخر بينهم محمد النني وبيقول تقرير المصر يوم وأكد مصدر بالمنتخب أن عمر جابر ومحمود علاء قال لزملائهم من اللاعبين أثناء أزمة عمر واردة أن محمد صلاح سيقوم بحل المشكلة بل قال عمر جابر بالحرف الواحد صلاح أقوى من اتحاد الكورة وحيلغي قرار استبعاد واردة طب استفد يا صلاح ماذا قدمت يا صلاح بتدخلك من مصالح لهذا الوطن إيه مصلحتك إيه فلسفتك إيه وجهة نظرك يمكن إحنا نقتنع بيها ونقولك كان عندك حق وإحنا اللي كنا قصار النظر يعني موضوع عمر واردة يهمك أو لدرجة وإحنا قلنا أن خطأ عمر واردة لكن المعالجة هي الخطأ الكبير طريقة المعالجة بتاعت الموضوع طريقة الضغط والاستعلاء الذي تم بيه سحب القرار منتهى الاستعلاء يبصوا للجمهور ويجيبوا جوان ويعملوا ويستعرفات لا والكلمة دي أرجع أنا ما قلتهاش دلوقتي لا أرجع للحالات اللي فاتحة تلاقيين استخدمتها بلاش استعلاء لأني كنت أشعر به كنت أشعر أن فيه ناس لا حتى نفسها فوق كل الناس النهاردة الحقيقة أنا استوقفني كلام لساديو مانيه وهو بيتكلم عن بلده وبيتكلم عن زميله وقال أنه كلام مهم أنا مش أحسن واحد في السنغال ربما أكون أسعد حظا من بقية اللعيبة في ناس أمهر مني وأفضل مني لم تتحليهم فرصة أن هما يلعبوا الأندية كبيرة أو يسافروا أوروبا وقال أنا كل المهمتي أسعدهم وساعد زميلي قال في سياق الكلام المهم أنه اللعيبة الأفارقة برا عندهم فرص كبيرة جدا لتأديم مستويات كبيرة محمد صلاح فخر كل المصرين وكل العرب ويجب أن يظل فخر المصريين وفخر كل العرب لكن إخراج صلاح بر حجمه كلاعب والتأسيس لعلاقة مراكز قوة قادمة في المنتخب ده خطر على المنتخب وعلى الصلاح وعلى كرة القدم كلها لرياض محرز على أهميته حاسين أنه في المنتخب الجزائري مركز قوة أو محور الكون ولا ساد يومنيه في السنغال هو محور الأحداث كلها إحنا عندنا التعامل الإعلامي فيه قدر عالي جدا منه التطرف الناس اللي متضايقة عمال تحضف طوب جامد على محمد صلاح والناس اللي عايزة تدافع بتعمل آلهة من العجوة وفي الحالتين فيه تطرف شديد جدا محمد صلاح على موهبته وعلى فخرنا به وعلى سعادتنا به وعلى دعمنا له وعلى حبنا له يجب أن يبقى مجرد لاعب ضمن لاعب داخل الفريق يوم ما حيتميز عن باقية زميله وحنتعامل معاه على أنه مختلف ويعامل معاملة مختلفة واللي يقوله أوامر وكلامه يمشي على المدرب وكلامه يمشي على رئيس الاتحاد ويلغي قرارات للاتحاد لا احنا بندر صلاح وبندر المنتخب وبندمر فكرة التيم وورك فريق العمل صلاح ما يقدرش يعمل كده ولا في أي مكان يلعب فيه لا يا سيد أبراهيم لا هو الاسم اللي بيلعبونه ده مصر منتخب مصر حاسين بيه بشكل ده لا طبعا وليه بتزعبني لما واحد منكم ما يتخذش في المنتخب لأنه ده شرف عظيم اه ليه أول ما بتخش المنتخب بتعتبر أن أنتم متصدقين علينا بأنكم دخلتم المنتخب لا طبعا مصر فازت بكل البطولات ديت من غير صلاحه ومن غير أي حد من اللعيبة دون بجيل كان فعلا فريق على قلب رجل واحد اللي شفتهم في غانا شفتهم في غانا درجة عالية من التواضع وحضنين بعض هو ده ميزة الاحتراف بقى يعني المعظم كان من معادة اتنين أو تلاتة اللي كانوا احترفين اه كلهم محلين هل الاحتراف بيأسس للعيب فردي بالعكس المفروض اللي ده أنا كنت مستني المحترفين يأسسوننا فريق جماعي ايوه مأسسين ان كل واحد عارف انه هو بيتعلم انه ترس في مكنة مش هو المكنة انما عندنا خلاص اول ما اللعيب يشعر بقوته انا عايز صلاح بتاع السنة الفاتي عايزه وحشني مش عايز كله متنقر خبر وناس بتلاقح عليه كلام قد يكون مظلوم لكن بيدي فرص للناس ايو انا ارجو فيما تبقى من عمر هذا اللعب الذي بلغه 28 سنة دلوقتي يعني اللي جاي مش زال اللي فات وان شاء الله عنده مشوار كبير ارجو ارجو انه وفيد بيه مصر المشوار الكبير اللي بقيله ارجو ان محمد صلاح يكون وسيلة من وسائل يخلق لنا فريق بيحبه مصر فريق جماعي فريق متواضع فريق يضع مصلحة مصلحة المنتخب فوق اي اعتبار ده اللي مطلوب من صلاح لانه هو خلاص هو كابتن اللي جاي مش هو كابتن اللي جاي مين نقدم منه دلوقتي المحمد دلوقتي لا خلاص محمد اللي جاي حيكون كم سنة عموما هي الاختيارات كلها طبعا في لها انا ملي جعب الاختيارات انا بقول لك عنده كم سنة ما هم ممكن يبقى ليس بدري حيح حسب الجهاز اللي يجي ممكن يستخدم ناس وممكن ما يستخدمهم شي مش فيهم قصدي على السن انا بتكلم انا بتكلم في السياق الطبيعي عم يعني محمد عنده كم سنة لو تلاتة وتلاتين مسلا نقول قدامه سنة اتنين في المنتخب حيبقى قدامه كم سنة مولد سبعة وتمنين يعني اتنين وتلاتين سنة يعني سنة او اثنين حيظل بقى بينه وبين صلاح محمود المخبزي فتح لك البطاقة بتاعت وقالك تسعة سبتمبر سبعة وثمانين سبعة وثمانين طيب يعني انا اللي عايز اقوله ايه طيب اللي بيتقلع على صلاح يتقلع على محمد لان المحمدي هو الاقدم في التجربة الاحترافية كمان وهو الكابتت اللي حصل منك يا محمدي والله يعني انا ما نبسطش منه هنعتبرها يا سيدي انتو بتقوله فرص ثانية انتو البقى اللي تستحقوا فرص ثانية مش اللي دفعتوا عنه طيب انتو عايزين فرص ثانية تورونا يعني ايه الانتماء لمصر لكن الحل دلوقتي ايه الحل زي ما قال للأستاذ حاسم السكاوي في تقرير مهم كيف نهزم الهزيمة هذا هو السؤال وبيستعرض الموقف كاملا ان الأستاذ حاسم السكاوي برؤيته والنقدية وبيقول دلوقتي كل الهم وكل المهم موضلتنا الان هي كيف نهزم الهزيمة ولو مرة واحدة في نصف قرن كيف نبدأ لعبتنا بجد كيف نبني كيف نلعب كرة القدم التي تلعبها افريقيا كيف لا تخدعنا ارقام التاريخ فنظل نتوكأ عليها كأنها عصى شيخ عاجز كيف نرى الاخطاء كيف نرى كرة القدم اعمق كيف نرى المباريات كيف نرى حقيقة مستوانا كيف نرى نتائجنا كيف نسكت نظرية الأداء من نتيجة وبيقول التحدي الحقيقي الآن أن نهزم الهزيمة بإنجاح تنظيم البطولة لأنها بطولة المصريين وليست بطولة الاتحاد صورتنا أمام العالم وأمام افريقيا هي التحدي الأول فلو استمر الإقبال وجعلنا المباراة النهائية حفلا جميلا بحضور الجماهير سيكون ذلك أول خطوة في النهوض من تلك النكسة التي تكررت مرات على مدى نصف قرن الموضوع أعمق وأكبر من تلك الاستقالة العشوائية للاتحاد لا هي استقالة هم مش مختنعين بيا دي خطرتها دي خطرتها بالضبط زي طريق معالجة موضوع وردة هم مش مختنعين أنه أخطأ هم مستقربين فبدوا يضغطوا فأنت بتستقيل يعني النهاردة خلينا بس عشان الناس احنا خلصنا تعرقات الناس الكتاب خلصت